بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي وآله وموالاه اللهم عجل لوليك الفرج كان الكلام في الحلقة السابقة حول صفات الصادقين في الآية الأولى الآية 177 من سورة البقرة في الآية الخامسة عشر من سورة الحجرات يقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أي أنهم الصادقون الذين يجب علي أن أتبعهم المذكورون في الآية 119 في سورة التوبة بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فالكون مع الصادقين يقتضي معرفتهم إحنا أخذنا شاهدا قرآنيا حتى نعرج على مصادر معرفتهم عليهم السلام إنما تفيد الحصر في اللغة العربية كافة ومكفوفة هذه الإن إذا دخلت على ما سموها مزحلقة تفيد الحصر يعني حصرا أولئك الذين يجب علي أن أتبعهم أئمة وقادة وسادة لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والريب هو أدق درجات الشك أي أنهم لم يمروا بمدة زمنية شكوا فيها بمشروع رسول الله صلى الله عليه وآله وبمنهجه وهذا أمر يحتاج إلى نظر في بطون التأريخ وفي أسفار التأريخ حتى أستخرجوا أيوجد من لم يشك أيوجد من شك والكلام في هذا يطول الآن الصفات المذكورة في الآية 177 من سورة البقرة والآية 115 الآية 15 من سورة الحجرات ثم الآية الثالثة وهي الموضع الثالث والشاهد الثالث هي الآية 8 من سورة الحشر بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أي أن هذه الصفات هي الصفات الحصرية التي يجب أن أجدها في الإمام المفترض الطاعة علي هناك لدينا عشر صفات والآن تعالوا معي فقراء مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأخرجوا من أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الآن هذه سبعة مجموع الصفات مجموع الصفات ستكون أكثر من عشرين صفة في القرآن الكريم للصادقين الذين يجب علي أن أتبعهم بعيدا عن الروايات والمصادر والكتب الحديثية وما شابه ذلك كل هذا السير في هاتين الحلقتين هو شذا من عبير بحث الإثبات ولا أريد أن أطيف فيه في الحقيقة لأن هذا المطلب مطلب مقتول دراسة أنصح التعبير ولا زالت المحابر والمنابر تصدح به ما هو الدليل على ولاية أهل البيت؟ ما هو الدليل على عصمة أهل البيت؟ ما هو الدليل على حقية أهل البيت عليهم السلام؟ في هذا يطول لا أريد الآن أن أقف عنده وأشرحه وأبينه فقط استعرضنا شاهدا واحدا يغنينا عن الإثبات وإلا آية الإمامة وقضية الغدير والأحاديث الكثيرة شاهدة على كل ذلك نكمل هذا البحث في الحلقات القابلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطهر شكرا للمشاهدة